اهلا بكم معينا النهاردة في حلقة جديدة من ايام رمضان كل سنة وانتوا طيبين النهاردة هعمل لكم فاف باستري فطيرة بالخضار المشوي هعمل بقى ايه خضار شوية خضار عندك شوية خضار مقف في التلاجة في درجة التلاجة تحت وعايزة تعملي بيهم حاجة ولا عايزة تعملي بيه بالبشامل ولا عايزة تعملي جراتان جيب الفطيرة بتاعتنا المعتاده وفرديها وحطي بقى الخضار المشوي على الشوية اللي انا دلوقتي سخنتها وحنحط عليهم على بعض ونحط حتة بشامل حتة صغيرة كده عليها اش تبقى جوسي وتتاكل بقى الفهنا على الفطار هنحط دلوقتي الخضار نشوي زي ما انت شايفه كده بس فلفل الوان جيد شوي كده جميل وهنحط معاه اه طماطم ماشي طماطم برضو هنشويها زي ما هو انت شايفه كده هنروح حطه هنروح حطينه على الفطير تمام هنحط معاه شوية زيتون وهنحط معاه البصل البصل انا بحب انه هو ما يبقاش حامي قوي لانه برضو ما يتعبش المعده فانا هحطه بس بحبة مية بعد كده هنروح حطينه بحبة مية اه على النار وندلق المية ونحطه كده وهيتحمر جوه الفرن هنفرد بقى العجينة انا طبعا مولاعة الفرن على 180 درجة يبقى يسخن الفرن وبعد كده دلوقتي هنروح حطين العجينة بتاعتنا اللي احنا خدناها من الفريزر تسبناها انها تسيح وانت عايزة تطلعيها قابليها بيوم تطلعيها قابليها بيوم وترويح حطاها بعد كده اه يعني في التلاجة واول ما تيجي قابلي الفطار بشوية هتروحي ايه فرداها هنفردها كده بالطريقة دي بشويش بشويش ونحطها في الفورمة اللي عندي انا جايبة الفورمة بتاعتي حطاها علشان اه على ورق زبدة بورق زبدة لازم علشان ما تلزقش طبعا هو دلوقتي الخضار بيتشوي يبقى هلسي ويبقى مش لازم ان احنا نكون حاجات تقيله تقيله وبين الشابه هنروح فردنها برفق برفق مش عايزة ايه زي ما قلتلكو مش عايزة على الباف بستريدين احنا ندورها جامد او ندوس عليها جامد عشان الزبدة تطلع منها احنا ندورها كده احنا ندورها كده احنا ندورها كده احنا ندورها كده ونروح جايبين الفورمة بتاعتي احنا ندورها احنا ندورها الفورمة اللي هي هتاخد فورمة الشكل بتاع الفورمة بتاعتنا اللصانية بتاعتنا بالطريقة دي وتروحي ايه الزيادات هتروحي مقطعها بالسكينة زي ما احنا بنعمل على طول هتبقى فطيرة حلوة وفي نفس الوقت هتشكليه هتغيري هتحطيها جنب كخضار يعني احنا طبعا لازم ناكل خضار في رمضان الخضار بالنسبة لنا طبعا أساسي مش لازم برضو ايه لحومة على فرخة على لا 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 يعني برضو الخضار ممكن من غير لحمة برضو ومشوي هيبقى خفيف كده تبقى الفطيرة بتاعتنا اهيه زي ما قلتلكو هنروح كايبين الشوكا برضو نخبط عليها بالشوكا كده ونحطها خمس دقايق في الفرن ونروح محضرين للحشو كده ونروح حاطينها بقى كده بقت شوى جميل كده وهنروح جايبه بقى ايه حابة اه كريمة لباني حيثنا كده هحطها ايه كريمة لباني حتى بس عشان تبقى جوسي كده ما تبقاش ايه ناشفة قوي وحب الدقيق بإداية بس كده نرش الدقيق كده ورشة ملح نروح غسل ايه دي بقى بعد كده عشان احنا ايه وحبت فلفل ونلم الدنيا ونروح عاملين ايه الحشو بتاع الفتيرة بتاعتنا الحالة ده دي انا مش محتاجا وده مش محتاجا بنظف مطرح العجينة بتاعتنا نجي خلاص فتيرة طبعا اللي احنا بنقول عليها بتاعت الفتاتري والفتيرة بتاعت المشالتت والفتير الحلو والفتير الحادق كل دي فطاير ودي مهمة جدا انك انت تاكلي برضو ايه يعني انت هتاكلي عيش تمام ناكل طبعا حاجة مفيدة ان احنا مش هناكل بس اللحوم والمشويات والمقليات لا هناكل برضو حاجات اه خضار اه مشوي دلوقتي طبعا حلو او تحطي برضو الحشو بتاعها جبن يعني كل ما احنا ننساء اللي احنا بنفطر بيه الصبح لازم يبقى محدود على صفرة الفتار سهلة؟ سهلة؟ سهلة هنلف كده لفة ونروح مولعين هاي بقى هنلف كده حبة بشمال يعني حتى كده زي كريمة هنعمل كريمة مش نعمل بشمال بشمال كريمة بس كده نحطها على الفطيرة ونحط عليها الخضار المشوي المشكل عايزة تحطي بتنجان بقى عايزة تحطي كوسة زي ما انت عايزة هحط زي ما قلتلكوا البصل هحطه كده حبة بصل حلوين وهحط عليه مية وحطه على النار ده بقى يعني هترمي المية هيمشي اي انتفاخات اي حاجات غازات في البصل والطوم تملي وحطها كده عليه هتتبله وهي يهبط وهتروح يحطها هيروح عامل كريميلايز كده هيبقى مدي مسكر حتة سنة كده فدي اسهل حاجة انك انت تعملي البصل برضو انه هو بدل ما نشويه ويتحرق لانه هيتحرق طبعا على الشواية اللي زي دي وهو مقطع كده فتحطي في حبة مية كده يسخن وبعد كده تحطي في الفتيح دي كده هنروح ايه مقلبينها لغاية لما هي تجمد شوية هنروح هطينها بس هي تبقى في القعر ستة حتة كريمة كده على الفتيرة هنطلع الفتيرة دلوقتي اهي كمام استوت من تحت اهم حاجة انها تستوي من تحت هتهبط سنة ونروح هطين فيها الكريمة وبعد كده هنحط عليها الخضار انا هقطع الخضار برضو حتة صغيرة عشان ما يبقاش كامد كده كبيرة يعني عايزة يبقى شكله كويس في احنا نقطعه كده انا هقطعه بطريقة دي او كنتش عايزة اقطعه هو صغير كده يتحرق من كل حتة يعني تمام شايفين اتحرق من هنا ومن هنا ومن هنا يعني مش اتحرق يعني اتحمر فما تبقاش ايه الدنيا متحمرة بقى جامد كتير دي خلاص اهو يهدى بقى شوية ومال ما انا ما قطع ده ونروح هطينهم كلهم على بعض ونحطوه في الفرن تاني يستوي مع بعدي وكده تبقى الفطيرة بتاعتنا اللي هي فطيرة الخضار يعني زي ايه يعني مش بتزايا او يعني هي باي هي حتة ايه فطيرة خضار خضار مشوي وطبعا بيأكلوها كتير قوي برضو في ايطاليا وبيأكلوها في في تركيا وبيأكلوها في تونس يعني بيأكلوها كتير قوي ايه الفطيرة اللي بالخضار دي اهو خضار مشوي كده احنا خلاص عملنا كده كله هنروح زي ما قلتلكو هنروح هاتين الكريمة اللي هي خفيفة كريمة خفيفة كده هو اهي صبها كده عليها تمام واروح حق عليها الخضار المشوي اهو هفرغوا كده بالطماطم بتاعتي شري تميتو شكلها حلو تبقى شكلها حلو في العزومات وتبقى طبعا يعني هي مش مش مفهاش حاجة ده خضار او حتة اه عجينة يعني بس شكلها طبعا مغري جدا هتفرقيها برضو زي ما انا حوال رهالك كده زي ما انت شايفة كده زي ما انت شايفة كده هذا البصل زي ما ورتكو انه هو اه طري هنروح مطلعينه كده ونروح رشينه عليها بالطريقة دي بس خلاص كده رشة ملح عليها يبقى كده ايه الملح نعمل نحطها تحت بس هو ممكن رشة ملح عليها ويبقى كده نحطها في الفرن ونروح فاصل ونرجع نكمل العصير بتاعنا النهاردة بالرايب أشوف قطعي اشتركوا في القناة سل يا أحاquer اがراво partners